السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتنا من شريعة مصرية بأفكار كندية لو انت جديد او انت جديدة في القناة ان شاء الله تعجبك قناتنا وسبسكرايب معينا النهاردة انا وقداكم في جولة في محل لبيع مستلزمات الحضائق طبعا احنا عندنا في مصر اللي هو المشاتل بتبقى مشاتل لبيع الزهور وهي موجودة طبعا في مصر موضوع المشاتل وبيع الزهور وبيع النباتات بس بصراحة انا بستغرب جدا انها مش منتشرة جدا ليه يعني مصر جواها جميل جدا وازدراعة فيها ممكن طول السنة ويعني بستغرب جدا انها مش منتشرة قوي يعني بلاقي مشتل في كل مدينة صغيرة المفروض يبقى اكتر من كده بكتير مفروض انها تبقى حاجة منتشرة في كل البيوت سواء لزراعة النباتات اللي هي الزينة او لزراعة اللي هي النباتات الطبية او لزراعة الخضروات طبعا يا جماعة زراعة الاسطح وزراعة البلكونة والزراعة دهية انتشرت جدا برضو في السنوات الاخيرة عندنا في مصر وثقافة الزراعة انتشرت ودي حاجة جميلة جدا بس في ناس تستصعب او تقول ان انا مش هنجح فيها موضوع الزراعة ده يا جماعة عايز متابعة موضوع الزراعة عايز دراسة موضوع الزراعة عايز بس عناية يعني متابعة وعناية لكن الموضوع سهل سهل جدا طبعا الامكانيات بسيطة او الامكانيات بسيطة وخصوصا انا شفت كرة كاملة في مصر عندها زراعة الاسطح زراعة الاسطح دهية حاجة جميلة جدا لانه عملتهم حالة اكتفاء ذاتي انهم ما يشتلوش من اي حاجة من اي حد ويعملوا كل حاجة في البيت عندهم ودي حاجة طبعا جميلة جدا سواء الطماطم الخيار الكوسة الجزر الحاجات دي يستهل جدا زراعتها اسهل مما تتخيلوا وكمان يعني يقدروا ان هما يعملوا اكتفاء ذاتي لنفسهم وكمان يقدروا يبيعوا المنتجات دهية فزراعة الاسطح يعني بحاول بقدر الامكان ألملكم معلومات عنها المكان اللي انتو شايفينه ده انا بس توغداكم الجولة فيه ان انتو تعرفوا ان المكان مش بس بيبيع النباتات ده بيبيع الاسمدة بيبيع اللي هي الجواريف والحاجات اللي بنستخدمها للزراعة الجوانتي الاستماد بيبيع الاستماد بيبيع الاسهاري اللي هي بتاعت الزرع كل ما يلزم الزراعة تحت سقف واحد فاللي عايز يفتح مشتل او اللي عايز يفتح حاجة في المجال الزراعي وخصوصا الريف حيبقى ممتاز جدا وخصوصا بيبيع عندهم حطة ارض مش عارفين يستخدموها فهو بيزرع النباتات صغيرة وبيبيعها فيه اصاري صغنونة وكمان يدوبك بس ينبت الزرع وبيبيعه وكمان يحط بقى الاسمدة ويحط اللي هي ادوات الزراعة دهيت مع النباتات حيبقى فيه اقبال جدا عليه زراعة الاسطح انا بحاول زي ما قلت لكم قبل كده ببلميلكم معلومات عنها لان هي مش معجزة بس انا عايزة اوصل ازاي بالضبط ان هو بيحصل انا قريت كتير عنها ازاي بيحصل طبعا تخلص من مياه واكيد انتوا لو قريتوا احترافوا احسن مني تخلص من المياه بدون ازيت الايه المباني لان احنا طبعا مش عايزين ان احنا نزرع النباتات ونقذي المبنى فبنخلص بالمياه وبنعمل رأي بالتنقيت وحاجات كتير جدا انها تفيد النباتات ومن غير ما ايه ما تحتاج مننا ارض وفي نفس الوقت متحتاج مننا مساحات كبيرة وفي نفس الوقت اننا نقدر اننا انجح فيه المشروع ده يعني انا بعتبرها اعتبرها ساي جوب اعتبريها ساي جوب يعني انقام جانبي اعتبريها حاجة باهجة ليك في البيت ان انت نجيب النباتات وخصوصا احنا الصيفة اهو والدخل نجيب النباتات انا في مصر ببعتبرش ان فيه الشتاء بصراحة النباتات ممكن تعيش في مصر في الصيف والشتاء لان جوا مصر حتى في الشتاء ما بينزلش الدركة تستقيع اللي هو بيأذي النباتات فنبدأ نزرع بالقناتنا نبدأ نزرع بالحاجات البسيطة او النباتات البسيطة او النباتات العطرية زي النعناع يعني ابسط حاجة عملوها النعناع انا بزرع هنا في الجنينة عنديها والحديقة عندي ان شاء الله حواريكو بزرع الجرجير بزرع ايه النعناع كل طول السنة بزرع كوسة عنب يعني بزرع حاجات جميلة جدا ان شاء الله بس انا بجهز ان احنا لسه بداية الربيع ففي تجهيز حواريكو ان شاء الله الزراعات دهيت انا لكل اللي جبته ورد عايزة اجيب ورد تغيير وورد زينة عندي نباتة اللوفندر برضو في البكيارد عندي في الحديقة الخلفية عندي برضو بحبه جدا بعمل منه الزيوت العطرية فممكن انتو تجيبوا اللي هو الحاجات الجميلة المبهجة الريحان زي ما قلت النعناع الرزماري الحاجات اللي هي الزيوت العطرية النباتات العطرية دي جميلة جدا 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 وبتعمل بهجة وريحة للبلكونة وبهجة جدا لكم انتو يعني من كتر حبي للنباتات وحبي للصيف انا ما باش عايزة انا داخل البيت خلص انا عايزة اعط في الحديقة على طول او البكيارد على طول في جماعة املوا بلكوناتكم وزراعوا اكتر هتحسوا بهجة كبيرة جدا فيه جروب على الفيسبوك عجبني جدا وحبيت شاركو بيه اسمه زراعة بلكونة زراعة بلكونة الجروب ده جميل جدا وممكن احطولكم هحطولكم لينك في وصف الفيديو الجروب ده جميل جدا لانه هو فيه معلومات للمبتدئين اللي هم زينا كلنا مبتدئين ان احنا ازاي نزراع صح فمن خبرة ومن ناس خارجين زراعة ومن ناس عندهم خبرة لان زراعة خبرة اكتر وطبعا دراسة اهم شيء بس الخبرة حلوة برضو جدا في الزراعة فده حيفيتكم جدا الجروب ده لحد يعرف اكتر عن النباتين هحاول احطولكم لينكات وهحاول ان شاء الله نزرع معاكم حاجات بسيطة في الاول نشوف ازاي نزرع البزور وازاي ان انا يعني ان شاء الله اعتني بيها وازاي احطها فيه اصاري اكبر علشان خاطر تاخد مساحة اكتر والنباتي تنفس اكتر ان شاء الله الحاجات دي جاية باذن الله بس دي كانت فكرتنا النهاردة في المشد الجميل اللي انت شايفينه ده وحبيت شارككو بيها سبسكرايب لايك وكمنت وفعل الجرس خليك معنا دايما سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايمان غزار